تمام، من يريد أن يعلّب؟ لا، صلاة تفضّل أولاً أنا لديه اقتراح في تغيير العنوان أيضاً وتوسيع العنوان يعني العنوان هو يتحدث عن مناهج النقل الحديثة ولكن مثل ما ذكرت قبل قليل عندما تحدثت عن ما هو مناسب وما هو غير مناسب لدراساتنا الإسلامية والوصولية وغيرها الدراسات اللسانية ربما تكون أقرب ولذلك ينبغي أن ندخلها في هذا العنوان نقول مثلاً المناهج اللسانية والنقدية الحديثة يعني بحيث نجمع بين الدراسات اللسانية والدراسات النقدية لأن الدراسات النقدية يبدو لي ليست هي الأقرب لدراساتنا التراثية يعني فيما يتعلق بدرسات القرانية ولذلك ليس لها نظير سابق يعني في تراثنا هل هناك مدارس نقدية قديمة في الدراسات القرانية بحيث نقابلها بالمناهج النقدية الحديثة لكن الدراسات اللسانية طبعاً هناك ما يقابلها يعني الافتلاف الربماية في التسمية أكثر من غيرها وإذا أضفناها يعني يمكن أن آتي بعض الأمثلة التي توضح لنا مدى أهمية هذه الدراسات فيما تحدث عنه الأنصليون قديماً يعني لنأخذ مثلاً على سبيل المثال دلالة المفهوم سواء كان مفهوم موافقة ومخالفة نبدأ مثلاً بمفهوم مخالفة عندما يقال في الغنم السائمة زكاة طبعاً يستنبط من هذا على الأقل على رأي الجمهور يعني في الخلافة الحنفية أن الغنم المعلوفة ليس فيها الزكاة بناء على دلالة المخالفة لو حاولنا أن نسأل سؤال هنا كيف استنبط هذا المعنى لأنه هو ليس معنى منطوقاً يعني لم يقل في الكلام هو مسكوت عنه لأن إذا كان هذا الأثر سواء كان حديثاً أو لا هو يتحدث عن الغنم السائمة فقط وسكت عن المعلوفة فكيف حكمنا عن المعلوفة بأن ليس فيها زكاة من أين جاء هذا الحكم لو بحثنا في كتب الأصوليين القديمة ربما لا نجد إجابة ولكن غرايس تقدم لنا إجابة حقيقة ولمنا مهتمين به كثيراً غرايس عندما اقترح مبدأ يسمى مبدأ الكم وهو واحد من مبادئ التعاون مبدأ الكم بمقتضاه أو وفقاً لهذا المبدأ نفترض أن المتكلم يتكلم على قدر الحاجة فإذا كانت الحاجة للتعميم فهو يعمم وإذا كانت الحاجة إلى التخصيص فهو يخصص فلما كانت الحديث هنا عن الغنم السائمة بإضافة الصفة بإضافة القيد فذلك يعني أن المتكلم تكلم على قدر الحاجة هذا يعني أنه لا يقصد غير السائمة يعني القيد هنا الذي أضافه المتكلم هو ناشع عن نظرية الكم أو مبدأ الكم أن المتكلم يتكلم على قدر الحاجة فهكذا ينبغي أن نتعامل مع المتكلم فإذا أضاف قيداً في الكلام فذلك يعني أنه يريد أن يخرج به ما ليس ما لا ينطبق عليه هذا القيد فبهذه الطريقة استطاعنا أن نفهم سبب استنباط مفهوم المخالف مثلاً هذا واحد من الأمثلة أيضاً في دلالة التنبيه والإماء مثلاً دلالة التنبيه والإماء أيضاً قائمة إذا أردنا أن نضحها في سياقات الدراسات الحديثة قائمة على مبدأ المناسبة عندما ننظر في كلام المتكلم فنبحث عن المناسبة وإن كان هو أشير إليها أيضاً في الدراسات الأصولية ولكن لم يتحدث عنها على أنها مبدأ من مبادئ الكلام وإنما أشير إليها في التحليل وفي تنايع الكلام يعني فمثل هذه الأمور قد تضيف شيئاً إلى الباحث وإلى المهتم بالدراسات القرآنية والدراسات الدينية في صفحة عامة ويعني يجد فيها ما يمكن أن يستعين به لفهم أدق سواء كان للاستنباط الحكم أو لتعليل عملية الاستنباط وشرعياتها فهذه بعض الأمثلة التي يمكن أن أذكرها هنا سواء كان للمهتم بالدراسات القرآنية للمهتم بالدراسات القرآنية للمهتم بالدراسات القرآنية